موسيقى اجمعين اليوم كيف تشوفو معايا جيت لكم بوصفه جديدة في فيديو جديد اتمنى اتنا لإعجابكم صراحة هذه الصلاطة تجيرا اعجاب ومتنوعة سهلة في التحضير توجد بسرعة صراحة هذه الصلاطة صحية وغنية بالفوائد لينا ولوليدات يمكن تناول كوجبة رئيسية الاصحاب الحيمية اتمنى الوصفة سوف اعجبكم كيف ترون معي رفقتها بالخبز التي حمصته حتى يضيف لها نكهة خاصة ويعطيها مدق رائع ندوز معكم المكونات وطريقة التحضير هنا في المكونات سوف نحتاج الخص سبق لي غسلته مع الخل ومن بعد سقطرته سوف نحتاج السوريمين كيف ترون معي سوف نحتاج السلمون وطماتسوغيز وميس وبيض سوف نحتاج البصل ونصف أبوكا سوف نحتاج المكونات هم المكونات التوابل والمكونات الأخرين سوف نرى معي في الفيديو ان شاء الله اول حاجة سوف نأخذ واحد المقيلة سوف ننضيف لها معلقة ونصف زيت الزيتون واحد معلقة صغيرة الزبدة شوية اليزير مع شوية الزعتر سوف نضيف الحوت الزيت 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 السلمون سوف نرقت مع نصف عسار الحامضة رقت قبل 11 دقائق هنا سوف نضيف الملح سوف نضيف الفلفل الأحمر الحار 1 كم اضاف الابزار سوف نضيف الابزار سوف نضيف وتقلي ونضيف الجهة يجب أن يكون لدينا السلامون لا يحتاج الوقت كثيرا وإذا طابت كثيرا لا يجب أن تبدل المدق سوف نضيف عصر الحامض قبل 11 دقائق سوف نضيف عصر الحامض ثم سوف نضيف ججريوس لحظة أن نضيف عصر جبت ثم نضيف الأخرين لا تحرق المدق ثم نضيف جبت ثم اضيفه تنضيف العصر حتى تضيف العصر أفرته كما في الفرشات سوف نقطع الأفوكا سوف نقطع الأفوكا سوف نقطع الأفوكا سوف نقطع الأفوكا من هذه القطعة في السلاة نقطع الأفوكا سوف نلتقى الأفوكا سوف نقطع دوائر الكيمية التي تريدها طبيعة الحال صرحة صلاتة جيدة جدا 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 على حسابي أنا كتاجبني جدا جدا شكرها لكم حتى نهاية الفيديو سوف نوجد معكم صحن التقديم بعد ما قطعت الكل كيف كتشوفوا معايا يمكن لكم اللي بنظفوا الكيمية اللي بغيتم طبيعة الحال أنا أخديت صحن ديال التقديم أول حاجة غدا ندير هي هادك الخص غدا نفرشه بهذا الشكل هو التقديم لحساب الضوق أنا قدمته بهذا الشكل نضفت هنا يا السلمون ديالي اللي حترت معاكم في الوسط في هاد الشكل صراحة هاد تقديم كي يجي كيش هي صراحة وكي يجي يزوين بالسف وفي هاد الجياة غدا نضيف لابوكا بهاد الشكل طبيعة الحال يمكن لكم تفننوا كيف بغيتو وغادي نضيف البصل اللي قطعت معاكم شرائح بهذا الشكل ومن بعد غدا نضيف البيض ديالي اللي سلقتو قبل وقطعته حتى هوا بهذا الشكل صراحة سهلة بزاف ضغية كانت توجد ما كانت تاخدش لنا وقت كتير وهنا غادي نضيف هديك طومات سوريز اللي هتا هي غسلتها وقطعتها على نصفين ومن بعد غادي نضيف سوري ميه احتى الطومات ومن بعد غادي نضيف المييز كذلك كيف غادي تشوفو معايا موسيقى 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 سوف نخلط العناصر المتبقية سوف نخلطها بهذا الشكل يمكننا نقدمها كذلك بهذا الطريقة كيف سوف نرافقها مع الطوست اللي حمصته وقبل سوف نوجد معكم أضع لصص الصالة كذلك جدده بزاف هنا يأخذت عصر الحمضة مع جوج مع الققبار وخل الصالة وكذلك ريون أعضت كذلك الأخذ التومة التي تتواتى كبير بزاف وكذلك جدده مع صلاتة الحوت أي صلاتة الحوت سوف نضيف الإبذار والملح والقزبور المعدنس هنا لبنات القزبور المعدنس سأخلطها معه وراق البسباس وراق البسباس كي يعطيها واحد طعم مميز ونسيت ملك لكم سنضيف الزطر كذلك سوف هنا سنوزع هذي كلاسوس فوق الصلاة ديلي وجدت معكم بهاد الشكل بهاد الشكل بصراحة كدجي لديدة بزاف هاد الاسوس يمكن لكم ترافقوها مع اي نوع ديال السلطات اللي كيكونوا بحلقة بالحوت كدتواتها معهم بزاف وكدجي لديدة موسيقى موسيقى سوف نضيف البول اللي وضعت فيها جميع العناصر اللي بقعت عندي ديال السلطة جميع المكونات اللي بقوا عندي ديال السلطة موسيقى وغادي نضيف الخبز ديال الطوست اللي قدعتو بهاد الشكل مربع هاد صغار وضعتو في الفورن دهنتو بشوية ديال زيت الزيتر وضعتو في الفورن باش تحمص عندي بهاد الشكل صراحة كيجي خاطير مع هاد السلطة وكدجي نلديدة بزاف كنتمنى انكم تجربوها كيجي خاطيرة موسيقى 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 هذيك الحرقة اللي كتشوفها اللي بنات فيه ديارة هالفورن اللي حرقني فجيت نحمص طوست ديالي تحرقت هو اللي بدهم الباروك صافي هنا ايام بعد ما خلطت المكونات مزيان غاد نقدمها معكم صاحن ديال التقديم موسيقى 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 وصفة اليوم صرحة صراطة غنية مفيدة بزاف ومغدية جيدة وسهلة في التحضير كنتم نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها وكذلك تجربو الطصد معها كي يجي الجيد بزاف نتمنى الفيديو ونتمنى الإعجابكم ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله وما تنسوش اللي عجبكم لا تنسونيش من لايك وكذلك شي كومنتر زوين والناس جداد كان نقول لكم تابونوا عندي في القناة وفعلوا زر الجرس لكي وصلكم كل جديد ومرحبا بكم كاملين انتمنى تجربكم القناة ديالي وبسلام عليكم تلقوا في فيديو جديد ان شاء الله خليتكم في أمان الله إلى اللقاء